بسم الله الرحمن الرحيم انا في الدرس اللي فات على انعكاس الضوء واللي قلنا مفهومه انعكاس معناه ارتداد الضوء امتى عندما يسقط على سطحي املى سلامع تعالى نعمل تجربة هنجيب قرى القرى دي تقليد للضوء اوكاي كأنها الضوء ونجيب مقعد كرسي كأنه تقليد للجسم اللي هينزل على الضوء ونجيب بسقط او سلة كأن دي العين يبقى انا جبت كم مادة ثلاثة قرى ومقعد وبسقط سلة القرى كأنها الضوء المقعد كأنه الجسم السلة بتمثل العين نعمل ايه ولاد في اول واحدة اول خطوة نقز في القرى عشان تصطدم بالمقعد شط القرى او ارمي القرى على الكرسي الله ده رضت بعدما خبطت ونزلت في المقعد ونزلت في البسقط طب هل كل مرة كده يعني الناس نشنجية تيخبط دي تيجي في البسقط تيبقى جون يعني ولا قرى بسقط لا مش شرط طب ما انا ممكن اعملها مرة تانية وتيجي برى البسقط يبقى احيانا تصادف انها جات جوة واحيانا تصادف انها جات بره طب نوصل من كده الايه قالك انت لو قذفت القرى وخبطت في المقعد ورتدت وحصل انها سقطت داخل السلة ده نقول عليه احتمال وارد ان يحصل اه وارد طب لو جات بره برضو احتمال وارد ان يحصل يبقى ممكن وممكن ممكن جوه البسقط وممكن بره البسقط طب التجربة دي عايزين نستفيد منها ايه مستر مش فاهم علاقتها ايه بالضوء قالك سبحان الله نفس الكلام بيحصل في الرؤية بعض الاشعاء الضوئية المرتدة المنعكسة من الجسم ممكن تيجي لعينك وانت ترى الاكسام زي ما قرى دخلت في البسقط وممكن بعض الاشعاء الضوئية اللي انعكست من الجسم لا تدخل الى العين وفي الحالة دي لا ترى الاكسام يبقى ممكن تدخل وممكن ما تدخلش ممكن نشوف الجسم وممكن ما نشوفوش ممكن توصل للعين وممكن ما توصلش ده الهدف من التجربة تعالوا مع بعض كده لأسئلة عامة وتدريبات عامة من كتاب الاضواء على المفهوم التالت اول سؤال بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة البصات الشفاف اللي موجود في اعين بعض الحيوانات الليلية علشان تساعدها على الرؤية في الظلام ده تكيف ايه اقوله من التكيفات التركيبية لانه من خلق ربنا سبحانه وتعالى كوسيلة للرؤية تسمح المواد ايه بنفاز الضوء من خلالها من المادة اللي بتقول للضوء يا اهلا وسهلا اتفضل عدي من خلالي اقوله المواد الطيبة دي هي المواد مين المواد الشفافة السؤال التالت اي من الاسطح التالية ينشر الضوء ولكن بشكل عشوائي كلمة عشوائي يعني مالوش نظام يعني مالوش شكل معين يعني مالوش ثبات على الارتداد يبقى ده الجسم نهو الجسم الخشن طيب ده نقول عليه ايه اي من الاسطح اقول له الاسطح الخشنة لانها بتعمل ايه انتقال للضوء في شكل تشتت وشكل عشوائي غير منتظم النقطة الرابعة ماذا يحدث للضوء عند سقوطه على جسم معتم خشن عكس السؤال اللي قابله يبقى بيحصل له عملية الايه الانتشار ومراضي في الانتشار التشتت في اتجاهات مختلفة سؤال اللي بعده اكمل يتغزى كرد الترسير على الحشرات ولا السحالي الصغيرة ولا الطيور ولا جميع ما سبق الاجابة طبعا جميع ما سبق لانه بيتغزى على حشرات وسحالي وطيور يبقى نكتب جميع ما سبق بالنقطة الخمسة ونروح للستة يصطاب كرد الترسير فرئيسه امتى اقول له بيصطابها امتى ليلا لانه بيستطيع الرؤية في الظلام نمرة سبعة في الشكل المقابل ولد جميل واقف قدام المراية فبقول لك ما هي خصائص الضوء ما هي خصائص الضوء اللي ساعدت الولد ده على ان يشوف صورته في المراية هل خاصية الانكسار ولا الانعكاس ولا الامتصاص ولا النسبية اقول له طبعا خاصية الانعكاس اش معنى لان المراية سطحة املى سلامع تعكس الضوء فيرى صورته لان الضوء ارتد في اتجاهات سابتة ووحدة ومستقيمة سؤالي لبعده جايب لي مجموعة كلمات واختر منها للاماكن الخالية واول سؤال بيقول لي الحيوانات الليلية لها اعين ايه اقول له من غير منبص لها اعين كبيرة التانية يعيش مين في جنوب شرق اسيا اقول له ده مكان اقامة لمين للارد المعروف عالميا بقرد الترسير بيعيش في جنوب شرق اسيا واللي بيصل طوله لعشر سنطي بدون الذيل نمرة ثلاثة عيون مين اكتر حساسية للضوء وبتستأبل كمية كبيرة من الضوء اقول له عرفتها عيون القطط اكتر حساسية للضوء نمرة اربعة مين اللي نقول على مفهومه هو الصورة المرئية للطاقة ايوا ده تعريف مين ده تعريف الضوء هو الصورة المرئية للطاقة نمرة خمسة المادة التي لا تسمح بمرور الضوء من خلالها خدناها في درس النهاردة بدم لا تسمح يبقى المادة ايه المعتمة نمرة ستة الزجاج مادة ايه اقول له مادة جميلة وصفية ورئيئة وشفافة يبقى مادة شفافة وتسمح بمرور الضوء من خلالها نمرة سبعة ارتداد الضوء ارتداد هتمراضف يا ندا عندما يسقط على جسمي سابت ارتداد الانعكاس يبقى بيمثل ظاهرة الانعكاس ونروح للسؤال اللي بعده سؤال مين سؤال وصل واول سؤال في التوصيل الخشب نوصله بايه في الاربع توصيلات اللي امامنا اقول له الخشب مادة معتمة يبقى نوصل دي او نكتب نمرة واحد نيجي النمرة اتنين الهواء الجوي ما له الهواء الجوي الهواء الجوي مادة شفافة يبقى نكتب هنا اتنين طب السطح اللامع بيعمل ايه تنعكس الاشعة في اتجاه واحد ولا اتجاهات مختلفة اقول له بدم لامع يبقى تنعكس فيه اتجاه واحد نكتب هنا ثلاثة اما السطح الخشن فناخد دي لانه ينعكس في اتجاهات مختلفة ونكتب رقم التوصيل اربعة ونجي للسؤال اللي بعده سؤال ايه صح وغلط تستطيع قروض الترسير تدوير رأسها تسعين درجة لا يعم اكبر 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 الاجابة خاطئة نمرة اتنين اضع صورة من صور الطاقة التي لا يمكن رؤيتها اقول له اجابة خاطئة والغلطة في كلمة لا والتصويب التي يمكن رؤيتها اللي بعدها تحتوي اعين بعض الحيوانات زي الرنة والقطط عندها البصات الشفاف ليساعدها على الصيد ليلا اقول له تماما الرنة والقطط والاحصنة وكرد الترسير حيوانات تستطد ليلا لوجود البصات الشفاف اللي بيعمل كالمرأة في اعينها واللي بيستقبل كمية قليلة من الضوء لتوضيح رؤية اكبر نمرة اربعة تعكس المرأة الضوء بصورة جيدة في اتيجاه واحد اقول له الاجابة صحيحة لان المرأة من الاسطح اللامعة العكسة زو الاضاءة الجيدة نمرة خمسة تعتبر العدسات مادة شفافة طبعا والدليل على كده ان احنا بنلبث نظارات طبية فيها عدسات طبية تساعدنا على الرؤية بشكل جيد نمرة ستة جلد الانسان يسمح بمرور الضوء من خلاله اقول له الاجابة خاطئة لان الجلد جسم معتم ونروح للسؤال اللي بعده الجميل اكتب المصطلح العلمي هيجيب لي مجموعة تعاريف او مفاهيم او مصطلحات واحنا نحط المفهوم الصورة المرئية للطاقة واللي بتمشي في صورة موجات عرفته ايوة عرفته ده تعريف الضوء والضوء بيمشي في صورة موجات ضوءية التانية طبقة رقيقة في مؤخرة العين وتعكس الضوء من الطبقة الرقيقة دي كلكوا عارفين المعنى البصات الشفاف ده تعريفه ومفهومه نمرة ثلاثة حيوان سدي يلد ويرضع صغاره طوله عشر سمت بدون الدل صغير جدا وبيعيش في جنوب شرقه اسيا شكرا نعمه على المعلومة عرفت الإجابة الإجابة مين قرد الترسير نمرة أربعة ارتداد الضوء عندما يسقط على سطح عاكس ارتداد انعكاس ده المراضف بتاعه يبقى الإجابة يا أولاد انعكاس الضوء نمرة خمسة أجسام لا تسمح بمرور الضوء من خلالها من المواد اللي بترفض عرفتها أيوة عرفتها هي المواد المعتيمة السؤال السابس حزر فزر أجسام تسمح بمرور الضوء من خلالها بدام تسمح يبقى دامة فهم مين المواد الشفافة خل السؤال المصطلح العلمي وبكده يا أولادي الحمد لله خلصت حلائتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي ودايما نقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد وشير في الخير خلي الكل يستفيد صالح دعواتكم مستر حامد البيومي اشتركوا في القناة